الاهلي بطل بمعنى الكلمة انك تفوز بتلت بطولات في موسم واحد والتالت مرة في تاريخ النادي الاهلي فدي حاجة مسهلة حاجة مش قليلة ممكن البعض يعني يكون شايف ان ده امر عادي ان الاهلي يفوز بطولات وكلام من ده اوكي متعودين على كده من النادي الاهلي لكن انت تحقق تلت بطولات تلت تحديات غاية في الصعوبة وغاية في القوة في موسم استثنائي صعب جدا فهو ده الانجاز في حد ذاته النادي الاهلي في الحقيقة عمل مجهود كبير جدا قدر ان هو يحصد هذا او ناتج هذا المجهود من خلال الفوز بتلت بطولات متتالية بشكل مميز في ختام اكثر من رائع لموسم كان صعب جدا وهنا في الحقيقة لازم نتكلم عن دور جمهور النادي الاهلي لان دور جمهور النادي الاهلي كان واضح جدا وبصراحة كده النادي الاهلي كان بيتعرض لانتقاد يعني غير طبيعي لمجرد مثلا لو تفتكروا تعالي نرجع مع بعض بذكرة شوية كده لمجرد الاهلي ميخسر ببراء وده طبيعي لان النادي الاهلي كبير فانت لازم هتنتقد ولازم ان انت هتتهاجم وكلام من ده لكن في بعض الاحيان بيبقى فيه هجوم منطقي وهجوم غير منطقي الاهلي تعرض لهجوم غير منطقي بعد ما خسرنا من الزمالك فيه بطولة الدوري من بعض الاعلامين الزملاء الاعزاء في الحقيقة وكان الامر يعني مش مقبول خالص لان ما كانش نقد بناء وكان نقد وهجوم مش في مكانه اطلاقا وكان الرهان دايما على ختام الموسم انك ترد على هذه الانتقادات وعلى هذا الهجوم من خلال البطولات وده فعلا اللي حصل فالدور هنا يرجع لجمهور النادي الاهلي اللي ما التفتش اطلاقا وما نجرش لمثل هذه الامور ومثل هذه الانتقادات وركز مع فريقه وكيفية مساندة النادي الاهلي ومساعدته سواء كمجلس ادار جهاز فني اللاعبين انه يفوز ببطولة الدوري فرقم واحد دور جمهور النادي الاهلي حتى لو مش موجودين بصراحة في المدرجات الناس ليهم دور فعال جدا على وسائل التواصل الاجتماعي على السوشيال ميديا من خلال دعمهم للعبين من خلال دعمهم للجهاز الفني ولإدارة النادي فكل التحية والتقدير لجمهور النادي الاهلي العظيم في الحقيقة تعال بقى نروح لمجلس ادارة النادي الاهلي ومجلس ادارة النادي الاهلي دايما دايما لما تيجي كده تفكر أو تشوف ان الاهلي مش مستوى او الاهلي بيمر بحالة فنية مش جيدة وده وارد وهي دي كرة القدم فأول ناس هتنتقدهم مين اكيد مجلس الادارة وده اللي كان بيحصل لكن مجلس الادارة بصراحة صمت مجلس الادارة بيحقق انجاز تاريخي مش سهل ان هو يتحق ومش سهل ان هو يتكرر وبيتكرر بعد عدد كبير جدا من سنوات بدليل انهم قدموا انهم يصمدوا امام هذه الانتقادات وامام هذا الهجوم وقدروا انهم يحققوا هذه البطولات لجمهور النادي الاهلي ما كانش الاهلي حيقدر يحقق البطولات دي غير بمسندة مجلس الادارة للجهاز الفني واللعبين غير بالقرارات الصائبة لمجلس الادارة في بعض الفترات الحاسمة وكان أبرز هذه القرارات هو تولي مستر من سماني خلافة لفايلر اللي رحل في توقيت صعب جدا في الحقيقة وتبقى للعقدة وتبقى للبنود وتبقى لكل هذه الأمور فبالتالي في ناس لازم تشكرهم والناس لازم تديهم حقهم زي ما دينا حق جمهوري النادي الأهلي أو تكلمنا عن جمهوري النادي الأهلي ودوره العظيم في تحقيق هذه البطولات لازم ندي مجلس إدارة النادي الأهلي حقهم كمان بعد هذا الإنجاز الكبير وهي حاجة تحسب لهم في الحقيقة لوجه كل ما يتعرض له من انتقاد بقرارات صائبة وقرارات تساعد في تحقيق الإنجازات والألقاب النادي الأهلي النهاردة بيحتفل بسلاسية سلاسية تاريخية وهي الأبرز لما حتيجي تتكلم كده أول سلاسية الأهلي حقاها كان في موسم 2004-2005 لما كسبنا دوري وكان فارق كبير برضو في النقاط فكان بداية الولايات التانية مستمعان والجزي مع النادي الأهلي وكان جيل عظيم جدا فكانت المنافسة سهلة نسبيا عشان نبقى منطقيين يعني فكسبت الدوري وكسبت الكاس على حساب نادي الزمالك ساعتها برضو وكسبت دوري أطال الأفريقيا على حساب النجم الساحلي بجدارة واستحقاك وقدر النادي الأهلي أنه يفوزه كان معاه جيل عظيم وكانت المنافسة مش بنفس صعوبة المنافسة الحالية نفس الحال كان السلاسية للمرة التانية على التوالي كانت من ضمن السلاسيات الغالية جدا بالنسبة لنادي الأهلي بعد ما كسبت دوري بقى ريحية وكسبت كاس برضو أعتقد على ما أتذكر على حساب نادي الزمالك أيضا الغريم التقليدي ولله كل التأدير والاحترام بكل تأكيد وأيضا كسبت على حساب الصفاكس التونسي في مورا ما تتنسيش بهدف أبو تريكا وحاية السلاسية المرة التانية لكن السلاسية المرة دي أعتقد هي الأصعب بكل الأحوال والظروف اللي مر بيها النادي الأهلي سواء كورونا والأزمات اللي حصلت ورحيل بعض اللاعبين ورحيل جهاز فني وانتقادات وحروب ومش عايز أضخم قوي في القصة لكن ده أمر واقع يا جماعة خليني نتكلم يعني الأهلي واجهها مشاكل كتير جدا الناس كانت مترصدة جدا للنادي الأهلي فإن التحاق السلاسية دي بعد هذا التعب والمجهود العظيم فبالتالي حاجة رائعة جدا وحاجة تحسب لمجلس إدارة النادي الأهلي تحسب للجهاز الفني وتحسب للعبين فكل التحية والتقدير لجمهور النادي الأهلي رقم واحد واهل مجلس إدارة النادي الأهلي وبالطبع الجهاز الفني ولعب النادي الأهلي بعد هذا المجهود الرقم برح مباراة الأهلي وطلع الجيش كانت مباراة غاية في الصعوبة الأسباب عديدة أنت أولا خارج من نشود فرحة كبيرة جدا بالفوز بالبطولة الأهم على الإطلاق ويبطل الدوري عبطال أفريكي فمباراة كانت صعبة قوي أمام نادي الزمالك وقدرت أنك تكسب وتحقق هذا اللقب الغائب أنك تحاول تفصل ورغم الإجهاد ورغم بعض الغيابات ورغم كل هذه الأمور تفصل الفرحة العارمة دي عن الهدف اللي جاي وهو الفوز بالبطولة كياس مصر فده في حد ذاته حاجة مهمة جدا قدر يتعامل فيها نفسيا بشكل جيد جدا الجهاز الفني واللعبين الجهاز الفني طبعا من خلال جلساته العديدة واللي كانت بتستمر لأكتر من ستين دقيقة في بعض التدريبات وأيضا في حضور كمان الكابت المحمود الخطيب اللي كان حريص على الحضور دايما ومؤذرة اللعبين في مختلف المباراة يعني بعد ما أنت حتى حققت بطولة أفريقيا كان عندك مطش الاتحاد كان موجود رئيس النادي قبل المباراة مطش طلع الجيش كان موجود رئيس النادي قبل إنهاء كاس مصر فالمساندة كانت موجودة واضحة جدا دور هنا اللعبين أنهم قدروا أنهم يفصلوا ما بين الفوز بطولة أفريقيا وأنهم يحققوا هدف آخر وواكس مصر فبالتالي كل التحية لهم على هذا المجهود إن برح كانت المباراة صعبة وطلع الجيش عملوا مباراة كبيرة جدا برضو نحييهم لأنهم كانوا ند صعب جدا بالنسبة للنادي الأهلي ألف مليون مبروك لجمهور النادي الأهلي وألف مليون مبروك لكل المنظومة بشكل كامل وخلي بالك بقى في انتظار المزيد من الألقاب وهي دي ثقافة النادي الأهلي اللي احنا دايما بنتكلم عنها انتحقت السلسية لكن قدامك فرصة تاريخية إنك تحقق الخمسية عندك السوبر أفريقي اللي في الغالب بنسبة كبيرة جدا بنسبة تفوق 90% حيكون يوم 18 من الشهر الجاري عندك كمان السوبر المصري مع طلع الجيش تقدر أن انت تتحقق البطولتين دول بإذن الله عشان يبقوا خمسية فاعتبع حاجة برضو إنجاز كبير قوي لكن بما أننا كنا بنشوف بعض اللقطات الخاصة من مورات الأمس فأنا عايز أتكلم عن بعض اللاعبين لأن لعيب النادي الأهلي مبرح كانوا في الموعد وعملوا مباراة كويسة وعايز أبتدي ببدر بنون صفقة النادي الأهلي جديدة في الحقيقة لعيب واضح جدا جدا إنه هو إضافة مميزة وقوية جدا لخط الدفاع النادي الأهلي وأيضا لمساهمته في هجمات النادي الأهلي انت لما تلعب باتنين اتنين زي بدر بنون وأيمن أشرف بيعرفوا يطلعب القرى وعندنا غيرهم كمان موجودين في خط الدفاع محمود متولي ربنا يشفي ياسر إبراهيم عدد من اللاعبين المتواجدين في خط الدفاع بيعرفوا يطلعب القرى يعرفوا ابنه الهجمات فده حيساعدك بشكل كبير جدا لكن بدر بنون انبارح أثبت أثبت حتى لو هي أول مغرب بص الرجل حاطي ضربة الجزاء إزاي إيه ابن الهدوء ده إيه الجمال ده لعيب تقيل قوي تقيل قوي وهادي وراسي كده وعارف بيعمل إيه كذا قرى مشتركة قدروا أن هو يفوز بيها قدروا أن هو يتعامل بيها بشكل جيد ما بيشتتش وخلاص بيعرف يطلع القرى وابني هاجمة مع النادي الأهل ودي كانت أحد الأسباب اللي دفعت النادي الأهل لتعاقد مع نجمي كبير جدا زي بدر بنون نتمنى له يا رب كل التوفيق منتظرين منه المزيد عندك كمان مين الشناوي الشناوي مش محتاج أن نحن نقيمه أو نتكلم عنه ده واحد في حتة تانية دلوقتي خلص الشناوي ما شاء الله لا قوة إلا بالله ربنا يحميه أحد العناصر اللي أثرت جدا فيه فوز النادي الأهلي بالأمس سبت في المستوى هو حاجة رائعة وقائد النادي الأهلي السلية لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله عليه لعيب عالمي لعب مميز جدا حتى برضو ضرب الجزاء حلو بخلاف ضرب الجزاء يعني ضرب الجزاء دي ممكن يبقى فيه توفيق وعدم توفيق لكن سبت في المستوى وأداء أكثر من رائعة من عمر السلية نفس الحال بالنسبة لأيمن أشرف أشت بي كتير أيمن أشرف هو يستحق لإشادة مرارا وتكرارا بعد هجوم كبير تعرض لللاعب لكن أثبت أنه هو لعب ممتاز في خط التفاع النادي الأهلي طاهر محمد طاهر وبداياته الأولى مع النادي الأهلي لعب طبعا كبير جدا وبإذن الله يكون إضافة للنادي الأهلي خلال الفترة الجاية كان عجبني قوي كهربا مبرح لما نزل مركز عارف هو نازل يعمل إيه أحرز هدف أكثر من رائع وبشكل جيد ومساهمة كمان مرهوم محسن كهربا بصراحة لعب مهم وإنك لو موجود على الدكة مهم أقول أن أنت تبقى مركز في الماتش عشانا ما تنزل تبقى مؤثر وده اللي حصل من كهربا فبنبرك لهم كلهم ونتمنى منهم إن شاء الله المزيد من بطلاته ده لطبيعة لكن مسماني وهو يعتبر من ضمن الصفقات الأبرز للنادي الأهلي وقرار كان مميز جدا من مجلس الإدارة التعاقد مع هذا المدرب ودوره في تجديد الدوافع عند لعبي النادي الأهلي خليه بس نروح لتصرحات مسماني الأول نشوف قال إيه ونرجعنا على